يوسف بلجاسف مديل برامج في منظمة أنا يقذ مرحبا بك من جديد خلينا نحكي ونفصله هالتقرير هذية بودن ميتر اللي يكشف انه الاداء سلبي بالنسبة لرئيسة الحكومة نجلة بودن بالنظر لما تعهدت به على فترة هذية الاربع اشهر منذ توليها المهمة التقييم يظهر لي استند الى 17 نواعات خلينا نفهم منك كيفاش وزعت الوعود هذية وكيف كانت النتائج هي الميتر اصبح يعني عادة لمنظمة أنا يقذ وكنا نشرنا تقارير سابقة حتى مع تقريبا من رئيسة الحكومة متاع السيد مهدي جمع انتلقنا في المبادرة هذه اللي ناخذ الوعود اللي يلتزم بها رئيس الحكومة اثناء توليه للمهمة متاعه يعني في اول خطاب متاحها ناخذ الخطاب هذيك كيف ما هو وناخذه يعني كما تقال حرفيا دونك بعد تحليل خطاب سيدة نجلة بودن تحصلنا على 17 نواعات اللي هو الحقيقة يظهر لي من اقل الوعود اللي التزموا بها حتى مقارنة برؤسات الحكومة السابقين وتقسمت الوعود هذه على ثلاثة مجالات أساسا المجال الحوكمة ومكافحة الفساد اللي فيها اغلب الوعود عشرة وعود في المجال هذا المجال الاقتصادي اللي فيه ثلاثة وعود والمجال الاجتماعي اللي فيه اربع وعود الحاسي لحسب تقييمنا كانت سلبية لأنه نحن في المنهجية متاع العمل يعني نشوفوا الوعود هذية ونلوجو حسب المعلومات المتاحة يعني ما نسعى وش نحن وراء المعلومات مش مثلا نبعثوا مطالب نفاذ ولا نتصلوا بالوزارات ولا حاجة لا نشوفوا حسب شنية قاعد يتنشر في المواقع الرسمية مثلا رئيس الحكومة والمسؤولين الوزراء وكذلك نشوفوا وسائل الأعلام ذات المصداقية شوفوا يعني شنية تنشر على الوعود هذية وعلى هذيك يتم التقييم لقينا أنه سفر من الوعود تحقق من الوعود اللي تزبهها سيدة نجلة بودن برغم أنه العدد متاحها كان محدود جدا مثلا في الحوكم المكفحة الفساد نقاو أنه خمسة وعود لم تتحقق وخمسة في طور الإنجاز وخلينا نقولوا نوعا ما حتيناه في طور الإنجاز لأنه مكرهين بالمنهجية اللي نخدموا به ونحن ناخذ حتى أقل مبادرة تقوم بها رئيس الحكومة في إنجاز الوعود هذا يعني يكفي أنه قامت مثلا باجتماع وإلا دعوة رسمية للوزراء أنه مثلا يعملوا خطة عمل تعتبرها خطوة نعتبرها خطوة ويصبح يتغير اللون من الأحمر إلى البرتقالي وتعتبر في طور الإنجاز مهم جدا يوسف بالقاسم بالنظر للي قلته لتوى هل يعني أنه الحكم على الأداء ومدى تقدم أعمال الحكومة هل هي فشلت تماما أم النجم نعطيها التوصيف بأنها تأخرت نوعا ما وتباطأت في الإنجاز الحقيقة حتى لتوى النجم نقول أنه فما نوعا ما ما النجم نحبش نقول فشل لأنه الفترة كمام أربع شهر كهو ما على الأقل فما الوعود اللي التزمت به الرئيس الحكومة اللي على أساس تكون مستعجلة لأنه الوضعية اللي جات فيها حتى الحكومة استثنائية بعد 25 جويلة وكنا نستني وستنينا فترة طويلة وقتش بشي تعين رئيس الحكومة المفاوضات كيفش قاعدة تسير دونك استنينا وكانت عنا انتظارات كبيرة خاصة في الحكم المكفحة الفساد لأنه نحن تصورنا أنه بش جي الحكومة هذه هي حكومة مكفحة الفساد لأنه تصورنا بعد 25 جويلة بشي تم القطع مع المنظومة السابقة اللي رئيس الجمهورية حكي عليها وصفها كانت فيها عديد الإشكالات فكانت الانتظارات كبيرة ولكن اليوم كنشوفوا أنه حتى يعني بعض التفاصيل الصغيرة وفماش حتى نية لمثلا مكفحة الفساد بصيفة جدية اليوم رئيس الحكومة مثلا في يدها أنها تصدر الأوامر التطبيقية لتطبيق قوانين متعلقة بمكفحة الفساد كما قانون التصريح بالمصالح والمكاسب ملف الهيئة الوطنية لمكفحة الفساد اللي مغلقة لليوم ومعناش يعني حتى يعني تحيين حول وضعية الهيئة وقتيش بش ترجع الهيئة المبلغين اليوم شنية مسيرهم